ازاي اكو الدول الانجليزي رجع بعد التاقف دولي ومتشارت كانت حلوة قوي الاسبوع ده كان عندنا تشالسي وارسنل تشالسي اللي فاجئ الناس كلها مش عارف ده كان عشان تشالسي كويسين جدا ولا ارسنل اللي كانوا وحشين دي حاجة اللي انا وميزوا هنتكلم فيها مع بعض مانشستر سيتي وبرايتن كله كان متوقع ماتش يكون متكافئ او شوف ان كنوا متوقعين عمد ان احنا نشوف اداء احسن من برايتن بس مانشستر سيتي بيورنينها ليه هو ام مش بس بطل الدوري بطل الدوري هو حق ثلاثية و هنتكلم على باقي الماتشوت نيو كاسل كسبو اربعة مانشستر رونيتكسبو اخيرا الحمد لله ليفر بول طبعا هنتكلم على ليفر بول وهنتكلم على محمد صلاح شامبنز دي غرقا بردو هنا اعمل превيو لموتشوتو بس قولة دا بعد الانترو مزا مزا على الناس كويسة اهلا بكم عزائي المشاهدين والمتابعين والوصف المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكو جول انجليزي طبعا احنا قررنا اه ان احنا الفترة اللي جاية شكل البرنامج هيبقى مختلف على قلف الاول طبعا لسه هنتكلم في الكورة وهنتكلم على اه كل اللي بيحصل في العالم الرياضي ولكن من حق يعني من حق فلسطين علينا لما يخنيش التعبير ان احنا برضو نتكلم ونوعي باللي بيحصل فيها اه في ناس انا عارفها شخصيا مثلا اه بيكون الاخبار او اللي موجودة على السوشال ميديا تقيل عليهم من ناحية المناظر والمشاهد وده طبعا احنا طبيعي طبيعي ومتفاهم ان مش كل حد يقدر يشوف الحاجات دي في ناس بتمر باكتئاب اه من اللي هي بتشوفه فاحنا هنلخص ايه اللي بيحصل فيها على مدار الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية اه طبعا معايا انا ولو انا مازن انا ميزو ومعايا ولو وولو هبقى قول قول الجملة الشهيرة بتاعتك وبعدين يعني لايك شير سبسكرايب يا جماعة كلام ده كله ورغم ان الكلام ده كله يعني ليش لازمة دلوقتي في ظل الظروف اللي بتحصل زي ما ميزو قال احنا عمتا برامج ستوديو الجمهور كلها اتليست الاسبوع ده هنبدأ برامجنا كلها بسجمنت اسمه المقاومة الرياضية زي ما احنا قلنا في البث الطويل تا ايوم الخميس اللي فات ان احنا عندنا واجب بما اننا عندنا منصة نقدر نوصل منها صوتنا العدد كبير من الناس فاحنا واجب علينا كسنوع محتوى وكمنصة منصة ستوديو الجمهور ان احنا نوصل صوت الناس المستضعفة صوت الناس مستضعفة دي كلمة قليلة قوي عليهم بس صوت الناس اللي بتتقتل كل يوم واحنا مش عارفين نعمل اي حاجة فتعل حاجة ان احنا نقدر نعملها ان احنا نوصل صوت الناس دي ونوصل الصورة من الاحداث اللي بتحصل وحقيقي حقيقي انا كنت مجهز للفقرة دي وكان عندي كام خبر عايز اتكلم عليه ولكن قبل ما نطلع على طول بنصف ساعة تقريبا ميزو لقيته وبعتلي بيقول لي ان جيش الاحتلال ضرب برج مرقبة مصري بالغلط بين كوسين وطلع اعرب عن اسفه الشديد في الحقيقة في الحقيقة انا مش عارف اقول ايه في الحقيقة انا مش عارف اقول ايه بصراحة انا عاجبني بس موضوع بالغلط ده مبدئيا وتاني حاجة موضوع يعبر عن اسفه يعني يعني ايه بالغلط اصلي يعني انت بتضرب ناحية مصر هو انت عندك ايه هناك مبدأ ايه انت عندك ايه هناك انا بالنسبالي اقول له شايف ان دي ده يعني خليني مش هقولك ان انا متآمر او حاجة ولكن خليني يشوف ان انا انا الحتة دي شايفها نوع من التهديد اللي هو مش انتوا بقل عندكم المساعدات اللي دخلها غزة وكل ده بص خدها كتهديد بسيط يعني وانت حاولت التدخل ودخلت عشرين عربية او ترك يعني فانا انا ده بالنسبة لنا طبعا وجهة نظري طبعا فيش حاجة موكدة بس مين وساختهم يعني انا حس ان دا اللي انا بس بالنسبة لي عايز اقول حاجة وهي ان مش عايز اتكلم في السياسة قوي برضو عشان عارفين ان انا يعني نعمة أو في مصر مش بنعرف نعبر عن رأينا بكامل الحرية فأنا بس هعمل المثال البولي اللي بيكون في المدرسة الودي المتنمر اللي بيكون في المدرسة اللي بيمشي يضرب في خلق الله كله وبالذات الناس المستضعفة أو مش هقولك المستضعفة الناس اللي مش بترده ترد عليه والناس اللي بتعمل فيها كبيرة والناس اللي بتعمل فيها أحسن عمره ما هيبطل يضرب في الناس طول ما محدش نزل على وشه بالألم وبكل بساطة هو ده اللي بيحصل دلوقتي هو ده اللي بيحصل عمتا من خمسة وسبعين سنة من ساعة الاحتلال للأراضي فلسطينية وإحنا سايبين إسرائيل عمالة تضربوا 13 في الفلسطينيين وبعدين شفنا إن هم بيضربوا في سوريا وبعدين شفنا إن هم بيضربوا في لبنان ودلوقتي شايفين إن هم ما عندهمش مانع إن هم يضربوا في مصر عشان هم هيتأسفوا والجاية هتكون في الأردن واللي بعدها هتكون في اللي بعد الأردن ومش هيبطلوا طول ما احنا عادي هم أولا دربوا في لبنان اه 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 أنا قلت لبنان أنا أنا بقول لأردن بعدها هيكون لأردن بس أنا بتكلم اللي أنا عايز أقوله هو إن الناس دي رمت الدبلوماسية في الزبالة خلص نحن نحاول ان نكون كويسين نحن نحن نكون الأكبر نحن نحن نبقى نحن الاد الاتفاقية كامب ديفيد عامة نتكلم على مصر وان نحن مش عايزين نكسرها وان نحن عايزين نقنرد عامة ولكن الناس دول رموا الدبلوماسية في الزبالة الناس دي مش فارق معها الدبلوماسية وطول ما احنا عمليين نحاول نكلمهم بالزوق وبالاحترام وبالسياسات وبالدبلوماسية وبالمؤتمرات وبالعبارات وبالستيتمنس هم مش هيبطلوا الناس دي لازم تاخد على وشها علشان تفهم ان هي لازم تهدى لازم تاخد على وشها اسرائيل عمرها ما هتتعلم اسرائيل عمرها ما هتهدى طول ما احنا عادين من نتكلم هم سيبين عادين نتكلم 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 وهم مش فارق معهم ان هم عملين يضربوا واحنا عملين ينتكلم هم عملين يضربوا واحنا عملين ينتكلم هم هيبطلوا ليه ما هيبطلوا لما احنا ايا كان مين احنا كعرب بقى بشكل عام حد يفكر انه هو يضرب الدرب ده ممكن يكون بطرق كتيرة جدا ممكن يكون درب مباشر ممكن يكون درب عن خطأ ممكن يكون درب دبلوماسي ممكن يكون درب من خلال حد تاني بس لازم يكون في موقف راتع احنا ممكن نضرب الغلط برضه لا بقى السهلة وممكن نتأسف ورده ممكن نعرب عن اسفنا عادي جدا مع سهية سهلة بس هنطلع من هنا هنطلع من هنا علشان يعني لو ما قفلناش بالدد دلوقتي مشتار فنقفله انا وميزو ولكن انا جاي افكر هيتقبض علينا في حد هيتقبض عليه بس انا جاي افكركم عمتا ان الحرب ما خلصتش وان احنا لازم نفضل نتكلم على الموضوع هم فكرة ان هم دخلوا عشرين عربية مساعدات او شاحنة بيحاولوا يرسموا كرم زائف بصوا احنا كرم ازاي ان احنا اصبناك وتدخلوا عشرين عربية في الحقيقة ان احنا دخلنا عشرين عربية ده مش انتصار بالعكس ده شيء مخجل ان بعد اسبوعين واحنا في الاسبوع التالت دلوقتي من الحرب نقدر ان احنا ندخل عشرين عربية بس لتنين مليون ومتين الف مواطن دي مش حاجة تدعي للاحتفال ومية تلاتة وسبعين تفل الف تلاتة وعشرين امرأة احنا هنفضل نتكلم ومش هنسكت وهنفضل نوعي وهنفضل نقاوم وهنفضل نحارب مش بس لحد ما كل المساعدات تخش مش بس لغاية تم القصف يقف مش بس لغاية تم الحصار يتشال احنا هنفضل نتكلم وهنفضل نقاوم لحد ما فلسطين تتحرر ومش هنسكت ومش هننسى المشكلة وإن له او هيا مش مشكلة هيا ميزة ان الغرب على قل الناس اراء الناس غير سيبك من الحكومات بس اراء الناس ابتدت تفايا اراء احنا الاسبوع ده يعني خلينا يعني المقاومة الرياضية برضو خلينا نتكلم عليها ان حتى الاسبوع ده شفنا ايا كان في الدوري الاسباني في الدوري الانجليزي وهنتكلم على الدوري الانجليزي برضو بعدين بس شفنا شفنا ماتش ريالسو سيداد اعلام فلسطين مالية المدرج شفنا في في ليفر بول اعلام فلسطين في ليفر بول اكشلي في الديئة احداد اللي اتعاملت اه هي دقيئة احداد لحد ما مخدعة شوية عشان بيقول لك احنا احنا دقيئة احداد على جميع الارواح اللي ماتت او جميع لا هما هما مقررينها للحق انا حاس ان هما اللي قاليني صلاح بس يعني انا من وجهة نظري حتى في فيديو في فيديو واضح جدا اقول له في اللقطة دي ان الجمهور قاعد بيزعق ورا فري بالسطين فري بالسطين وضغط البلاد على الحكومات هو اللي هيخوف هو اللي هيقل للدنيا انا مش مقتنع ان الحكومات تتعمل حاجة لوحدة صراحة انا مش مقتنع ان ان مثلا اي حكومة عربية واي حكومة اجنبية هتتدخل لولا ان لو الشعب قام عليهم وهم خافوا من الشعب خلينا اضيف حاجة بس هنا كمان ان في انجلتوريا بالذات شفنا ان في موتش ليفر بول كان فيه بانر مكتوب عليه فور جاد سيك سيف غزة اللي هو يعني من اجل الله انقذوا غزة لندن اظن نزل فيها مظاهرات مناصرة لبلسطين اعدادها اختلفت حسب المصدر اللي هتشوفه بس تعالى نقول تتراوحت من مئة الف لتلتمية الف آآ شخص ونفس الكلام كان فيه مظاهرات في حياتك كتير جدا فالرأي العام مع القضية الفلسطينية الحمد لله ولكن لازم نفضل ضغطين لازم نفضل ضغطين 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 لحد ما صناع القرار في كل بلاد العالم ياخدوا القرار القوي الرادع المتنمر مش هيسكت غير لما ياخد قلم على وشه ده اللي احنا عايزين نعمله نقعد نضغط 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 لغاية تم حد ايا كان هو مين ايا كان هو في انهي كارة يلتشه قلم على وشه وبخصوص صلاة حميزو هذا اثلاتك هذا اثلاتك اللي سكتين بشكل مريب جدا من بداية الموضوع ده سكتين خالص ولا بيتكلموا على الجنب ده ولا بيتكلموا على الجنب ده ولا بيتكلموا على اي اضايا ولا بيتكلموا على اي حاجة سبحان الله مع ان احنا قعدوا سنة كاملة قبل كسر عالم في قطر بيتكلموا على حقوق الانسان حقوق الإنسان لغاية تم مقرهونا في عشتنا لما نفبقهم على طول حقوق الإنسان بيربطوا أي حاجة بتحصل في الكرة بحقوق الإنسان دلوقتي يا سبحان الله ما بقاش في حقوق للإنسان خالص الحاجة اللي كانت معصبة ذا أثلتت جدا 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 ما بقيتش معصبهم دلوقتي يا سبحان الله عملوا مقال على صلاح تمام؟ بيقول لك يعني أن صلاح الناس متضايقة منه ومتعصبة منه إيه موقفه دلوقتي فبيقول لك أن صلاح عارف أن في بعض الناس على الإنترنت بيقولوا أن الفيديو اللي هو عمله ده مزيف فيك وأنه تم استخدامه أو اتعامل بالأرتيفشل انتليجنس تمام؟ وبيقول لك في الحقيقة هو احتاج أن هو يسجل كذا مرة عشان كان عاطفي جدا وما كانش قادر أنه هو يواجه العنف اللي بيحصل ده وخصوصا تأثير العنف ده على الأطفال والعائلات الخلفياتهم مش مختلفة عن خلفيته طبعا هو قصده أن هم عشان فلسطينيين من الشرق الأوسط وهو مصري من الشرق الأوسط فالخلفيات متشابهة تمام؟ وطلع قال لك بردو أن بعد ما صلاح كان في دبي مع المنتخب ورجع أنجلترا قعد وتكلم مع الممثلين بتوقعه طبعا بي ممثلين هم قصدين على الخنزير رامي عباس وكيل أعماله على اتكلموا على الوضع المتطور في الشرق الأوسط واتفقوا علشان هم ما يحردوش على عنف أكتر فهما كانوا هينقوا الكلمات اللي صلاح هيقولها في الفيديو بعناية وتم أخذ القرار ده والكلمات دي عمتا اختيار الكلمات دي أنه هم قرروا أنه هم هيشددوا على أهمية الحفاظ على الحياة طبعا أهمية الحفاظ على الحياة دي هي أن المدنيين اللي بيموتوا هنا وهناك لازم ما يموتوش ولازم نبطل نقل المدنيين في الجهتين تمام؟ مبدئيا يا 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 لو البرنامج دي ما كانش سانسرد وكان ممكن قول عليه كل حاجة نفسي فيها مبدئيا وإحنا تكلمنا في الموضوع ده على البث وكان علي ياسين تكلم في الموضوع ده بالذات بما أنه يعرف عن الـ background بتاعة رامي عباس اللي هو وكيل أعمال محمد صلاح اتضح جدا اتضح جدا وأنا قلت أن محمد صلاح مش متحكم في إرادته الحرة في ناس هي اللي متحكمة في محمد صلاح محمد صلاح مش متحكم في محمد صلاح سواء بقى رامي عباس سواء بقى ليفر بول سواء بقى الدوري سواء بقى الدولة أو المسؤولين عندنا ولكن محمد صلاح ليس لديه إرادة حرة ليفعل ما يشاء في ناس حوالي عمالين يحطوا وسواس جوه دماغه ويلعبوا في دماغه هم مش بيلعبوا في دماغه هم عمالين بيخوفوا أنت لأ ما يفعلش تختار أي جانب عشان ممكن يحصل مشاكل لو حصل مشاكل ممكن يحصل لك واحد اتنين تلاتة اربعة أوعى يا صلوحة أوعى يا مومو تعمل كده احنا تعبنا عشان نوصل لك لحد هنا بلاشة البالوندور أهم من فلسطين يا مومو خلينا محايدين خلينا محايدين وطبعا أتوقع اللي يكون بيقول الكلام ده هو الكلب الرومي عبد فهم صلاح ضعيف صلاح جبان أنا العزر الوحيد اللي قادر أعملهله هو أنه هو مش متحكم في قراءة الحرة بس كده ولكن هو جبان علشان هو مش عارف يعمل اللي هو عايزه ومخلي ناس تانية تقول له يعمل ايه يمكن احنا اتكلمنا على محمد صلاح بالذات قبل كده أقول له وقلنا أنه أنه الكلام اللي هو قاله ناسخ جدا بس اللي أنا عايزه أقوله وانت قلت محمد صلاح مش بكنترول أو ما عندهوش كنترول محمد صلاح فيه ناس تانية بتتحكم فيه فأنا ضد النقطة دي أنا بالنسبة لي أو محمد صلاح يوم ما يتحاسب هيتحاسب كمحمد صلاح مش هيتحاسب كمحمد صلاح الكلاينت بتاع رمي عباس أو هيتحاسب على محمد صلاح نجم ليفر بول هو عربي قبل ما بقى اي حاجة مش كده بقولك ده مش عذر لي محمد صلاح يعني يعني بالزبط فاية مش أنا أنا من رأيي حتى لو على البالوندور تمام هو فيه لعيبة كتير عظيمة كسبت البالوندور وفيه لعيبة اعظم ما كسبتش البالوندور عادي وانا ومش ده مثلا اللي هيخلي محمد صلاح اعظم لاعب او احسن لاعب في العالم لا لا بشهدت الجميع اصلا البالوندور فان كانت شيء مؤخرا فهي شيء للدعاية اكتر تمام وبكل اللي بيحصل اشك اشك في الفترة دي يضوها الواحد عربي عشان لو اضوها الواحد عربي فيستهلوا نوبل السلام مثلا او هم المطاقعين هايخدوا عليها نوبل السلام واشك او بجد اشك فعلا انه هما في الوقت ده يضوها لحد عربي عندك هالند بقى هيديها لها لها لاند هالند ماتكلمش بالنسبة لهم. انا دولة اقل حاجة ولعيف الستي عادي خالص ما اتكلمش. اتوقع ان هم هيعمل حاجة زي دي. ففي الاول وفي الاخر هو اللي خسران. انا النهاردة لما عندي جروب شباب بتاعنا لما محمد صلاح لعب احنا كنا كلنا واتكلمنا عليها المرة اللي فاتت هيعمل ايه وهيحتفل ولا لا. يعني اول مرة اشوف لاعب بجد بجد عشان تعرف هو غلوته عند الناس دي اقول له. اللعب ده كل ما الناس بتحط توقعات عليه بيخزلهم. بيخزلها. سيبك بقى من اللي بيحصل في الملعب والمهارة مش عارفة. بس مصر لما حطت امل عليه في كاس العالم خزر. لما في كاس الامم لما حصل موضوع وردة الناس كلها توقعت ان صلاح ياخد طريق خده هو طريق التاني. في مواقف كده كتير لما تفكر فيها توقع احنا ما بنتعلمش. يعني هو اللي تلسع معروفا اللي تلسع من المية بينفخ اللي تلسع من الشربة بينفخ في المية. اللي بينفخ في الزبادي. مش عارف بينفخ في ايه. بس بينفخ. وصلاح بينفخني. بجد صلاح نفخني من جوا. اعمل حاجة والنبي. اعمل حاجة عليها القيمة. سؤال طيب قبل ما نخش. قبل ما نخش بس على موتش تشالسي وارسنل لسألك سؤال. انت شايف ان صلاح كده احتفل ولا ما احتفلش عشان انا كنت confused شوية. يعني هو جيري وبعدين وقف. بس احنا عارفين ان لما حد لما بيحتفلش بيرفع ايد وكده. فاهم? انا انا هقولك. انا هقولك. صلاح نسي. واضح. تمام? فبعدين جيري. اه. بعدين افتكر. فوقف. هو هو انت لو تبص عليها هو جيري. تمام? وراح نحيط الجمهور بعدين وقف. فاللعابة كلها تلما تحوليه بسرعة. فبال ان هو ما احتفلش. اه. فرامن اي واحد اه يعني مش عايز يحتفل هو هو مش مثلا كرة اه اسمه ايدا مش مثلا كرة اوبن بلاي فحطت الكرة وليس ابيجري. وانت ثابت في مكانك بالطور. ايام اناس شفناها بفاولات وبتقف مكانها بترفع ايديها تقولك انا عظيمة دي. اه بزبط. هو جيري هو شاط وكمل الجارية بعدين افتكر في وقف. في الجون التاني. اه. تمام? هو عمل كده فتح ايده. بعدين قال لك لا لا ما ينفعش احتفل. فراح شاور على اه زابولاية. كان قاليت تقريبا. اللي هو انت اللي احتفل مكاني. مش عارف. لا تقريبا كانت زابولاية. المهم هي احتفل عليها بتاني اللي هو اه انت احتفل مكاني. انت. انت. فهو هو متلخبة. واضح ان هو متلخبة. اه. بس هو باين عليه. كان باين عليه ان هم. مشكلة ان صلاح اه فترات كتيرة صلاح كان اه اقولها ازاي. يعني كان فيه افش على وشه. زمان يعني. لما يكون زعلان من حاجة كان فيه افش على وشه يباين ان هو زعلان. اه بيجيب الجون ويقف مكانه عشان لو عايز يوسل رسالة. صلاح في الجونين. انا تعبير وشه كان باينة ان هو مش عايز اقوله ان متضايق متعصب بس مش مبسوط. مخنوق فهم مضغوط. ولكن ولو ولو ولو. انت حاسس انت تعبير وشه كل الكلام ده حلو. بس هي ممكن تكون عشان قلبة الناس عليه? بس يقولك ان هو بيمثل او بس انت فكر فيها. انت لو انت بتشتغل وكل اللي شغالين معك او كل اللي انت بتشتغل بيتفرجوا عليك في الشغل. قلبين عليك. مم. وانت عارف ان مهما عملت دلوقتي في فترة دي. الموضوع مش هيبقى كفية. انت برضو هتبقى مكشرة. اهو الموضوع اهو زعلان. بس ممكن نكون زعلان على نفسه. ممكن. مش هدخل في نواية. بس اللي انا بقوله انه هو الاحتمال ده وارد. وارد جدا. ممكن. ماشي. اه. اللي لوقتي نخش اه في الماتشات. الماتش اللي كل الناس كنتم استنياه. تشيلسي وارسنل. اه انا بصراحة ده اللي انا شفته. انا شفت الماتش كده زي ما انا كاتب في العنوان ان تشيلسي فاة وارسنل نام. يعني ده مش ارسنل اللي كان. ممكن ممكن قبل 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 ما نتكلم عن الماتش ده عايزة عايزة احكي لك قصة كده. يا خوفي من قصة. ده حكيتني شوية على موضوع الماتش. لا 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 قصة خفيفة. طبعا في نفس وقت ماتش ارسنل كان تلاعب ماتش الزمالك. ايش. اه. فانا ابتديت بماتش الزمالك. الزمالك جاب جون. فتاني دي ولا تاني دي. فشفت جون. بعدها قلت ايه? خلاص بقى الزمالك عمره ما بيجيب اتنين واربات. فروح تقالب علمات شارسنل. مم. فاجأة لقتلك الزمالك جاب جون تاني. فقلت ايه ده انا هرسود انهم راح اشوف. فقلبت. لقتهم بيحتفلهم. مم. فقعتم استني الجون. طبعا انت عارفوا مصر الاعادة يعني. قد ده ما كسل ده لو عدوها. عبال ما شفت الاعادة شفت ضربة جزاء هناك. مم. جات جون. مالحققش هقلب. جات جون. ففاتني الجون التاني. مش الموضوع ده حصل معاك مضرائب يا ميزو. فضلت كده. فضلت كده ولو صدقني. مم. عشان كده دلوقتي بتديت اتفرج على ماتشين كل واحد على شاشة. ممشي. فضلت كده ولو العشر تجوان. فيه عشر تجوان جات امبارح في ماتشين بتتفرج عليها. الزمالك خمسة واحد. ست تجوان. مم. وارسنل وتشيلسي اتنين اتنين. انا شفت جون واحد من عشرة. الباقي كله استنيته في الاعادة. اه. اما هعمل ايه? اه. فانا دلوقتي جبت استريم عشان للابتوب. واستريم واحد على التلفزيون. عشان اعرف اتفرج على حاجتين في نفس الوقت. ما يفوتيش اي حاجة. كويس. كويس. قليلنا اتكلم على الماتش. انا مدرك يا بفيكو جون. يعني. مدرك. مدرك. القدر. اه. القدر ان يوم ما يفوق الواد ده. يجيب جون. في ارسنل. شعر. في حاجة انا نسيت اقولها لكم يا جماعة في السيجمنت اللي فات بتاع المقاومة. احنا برضو كستوديو جمهور قررنا ان احنا آآ هنعلم على كل الناس اللي ايدوا فلسطين او اللي دعموا فلسطين. وهنعلم على كل الناس اللي دعموا آآ الصهاينة. وهنعلم عليهم بأسامي. فعلى سبيل المثال احنا مثلا شفنا ان بنت جوارديولا آآآ دعيمة جدا للقضايا فلسطينية من بداية الحرب. وآآآ حتى شفنا ان في موتش آآ سيتي وبرايتن هي ما كانتش واقفة مع ابوها قصلا. ما كانتش بتشجع ابوها. كانت في لندن في المظاهرات. فمن هنا ورايح في جول انجليزي اسم جوارديولا ابو جدعة عشان بنته جدعة جدا. ومن هنا ورايح برضو هيكون اسم زينشينكو لعيب ارسنل هيكون سوهينكو عشان هو سوهيوني. وآآ انا من عندي احب اقول ان من هنا ورايح اسم محمد النني هيكون فضيلة الشيخ محمد النني. ولو اي حد عنده اي اسم تاني او اي لقب تاني على اي حد دعم اي ناحية في القضية يكتبهولنا في الكومنتز. وفي اسم الاسامي اللي انا للاسف ما قدرتش افكر في اسمي ليه. وهو كان مدرك. وطبعا تشيلسي انا نسيت صراحت انا بجد بصراحت وانسيت الاقي اسم لتشيلسي فساعدونا في الكومنتز ان احنا نلاقي اسم لقب لتشيلسي بيعبر عن وسختهم وبيعرف الناس ان هما دعموا القضية او سوري 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 دعموا الكلاب ام اصا هاينا بس نرجع للموتش نرجع للموتش وانا عايز اقول ان انا متوقعش الموتش يمشي كده يعني لما تشوف أرسنل من أسبوعين ضد منشاستر سيتي بيكسبوا منشاستر سيتي تقولي ان هم هينزلوا ضد تشالسي هيرقشوهم خلاص يا كوكو معلش طيب ايه قولي يا كوك قولي اللي في نفسك هينزلوا بالزبط أرسنل هينزلوا وهيرقشوا تشالسي لان تشالسي كمان حالتهم زبالة الزبال يعني تشالسي عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا ولكن اللي انا شفته في الماتش ده هو ان ارسنل اللي هو ارتتا واللي هو لعبته استهتروا بتشالسي جد ارسنل كانوا نازلين الماتش ده فاكرينوا انه هو هيكون ماتش دد فريق ميت تيبل هو تشالسي اه في المركز الحداشر او كان في المركز الحداشر ولكن ده مش معناه انهم فريق ميت تيبل لانهم عندهم مدرب كبير واصل نهاية تشامبينز ليج عندهم لعيبة لا دول كبيرة ولكن كويسة لعيبة مش ميت تيبل فانت تتوقع ان الفريق ده فلاس ان هم نادي تشالسي عندهم تاريخ عريق عندهم تاريخ كبير كازبين تشامبين ليج كازبين يوروبا ليج كازبين دوريات قد كده فالمفروض ان انت تعمل لهم حساب بلاس ان ده ديربي طبيعي تعمل لهم حساب ولكن هم نزلوا لقوا تشالسي بيضغطوا ضغط مش طبيعي في كل حتة في الملعب خانقين ارسنل ارسنل مخنوقة جدا 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 ما كانواش عارفين يلعبوا ما كانواش عارفين يعملوا باستين على بعض تشالسي كانوا بيضغطوا ضغط مميز جدا بس هنا تاني هرجع لفكرة استهتار ارسنل وهو ان من اسبوعين بالزبط ارسنل كانوا بيلعبوا منشاستر سيتي منشاستر سيتي اللي ممكن يكون احسن فريق بيضغط في العالم مثال للضغط وعرفوا ان هم يلعبوا ويعني تبلي ثرو الضغط ده ان هم عرفوا يتغلبوا على الضغط ده عرفوا يكسبوا الموتش ضد منشاستر سيتي فانت فكرة ان فريق يكون بيضغط عليك دي المفروض ان انت خلاص قفلتها ففيش فريق تاني هيعرف يضغط عليك ولو فريق ضغط عليك هتعرف ان انت تكسبوا تتغلب على الضغط ده ولكن مش ده اللي حصل في موتش تشالسي وارسنل لان ارسنل مكانش جاهز للضغط اللي تشالسي كان هيدغطه ده تقريبا ده يعني خلينا نقول دي بداية شغل موريشي بوشتينو مع تشالسي كان نفس الكلام هو مع تطنو كان بدايتها الضغط بدايتها الكور السريعة البساط الممتازة البساط ال فري دايريكت كده رايحة للعيب انت عارف يا رايحة فين الكورة بتتنقل بسهولة جدا فدي لازم نديها للمدرب طبعا هو بقال له معهم فترة خلي بالك بقال له معهم 4-5 شهور تقريبا فلازم يكون يعني لو معه حمار كانت تعلم فلازم اللاعبات تكون تعلمت حاجة من رأيي برضو في الانترناشنل بريك ما اظنش ان فيه لعيبة كتيرة من شالسي كانت في المنتخبات شالسي عندهم لعيبة كتيرة صغيرة برضو فانا من رأيي ان هو ده اللي فاد بوشتينو وفاد شالسي أرسنل لعبتهم الى حد ما برضو اجهدت لعيبة دولية بتلعب منتخب اساسي الموضوع بيبقى متعب عمتا وانا دايما ما بحبش لما يكون فيه ماتش كبير او بالنسبة لي انا بحب ان انا اتفرج على ايه ولكن بقلق من الموضوعات الكبيرة اللي بتحصل بعض الانترناشنل بريك عشان بتبالعيبة اوتو فوكس شوية من ناحية النوادي فيه نقطة مهمة عايز اتكلم فيها طبعا نقطة الاولينية اللي انت كاتبها وهي التحكيم انت اقول له قلت انه مفيش اخطاء تحكمية لا لا مفيش اخطاء تحكمية فاداحة كبيرة في فرق طيب اصلا همه مش روبت يعني لا سوان سوان انا مش هقولك انه هم روبت بس فيه فيه كرتين لازم توقف عليهم اول حاجة كرة السلايد اللي هو عمله قبل الجون قبل الفاول مش فاكر كان على رجل مين خصوص تمام بس هو داخل بستادز اب مش فاكر هو داخل بستادز اب على على واحد من من ورا الانكل بتاعه او اجاب الانكل اه او كان رايح للكرة وكرة تلعبت اجاب الانكل وجاب الود الارض تمام ما احنا نفس الكور دي كنا بنتكلم فيها في موتشي سيتي وقلنا لازم تبقى حاجة خد انزار وقلنا الوقت محظوظ ان هو يقعد مش اخد انزار اخد انزار اخد انزار اخد انزار تمام؟ لا ما هي مش انزار هي دي وانت عارف حبي البالمر تمام؟ وعارف كرهي الارض اه تمام؟ بس يعني يعني الاتنين انا ضد موقفي حاليا اللي بحبه واللي بكرهه الموضوع مقلوب بس انا بالنسبالي دي استهل اكتر من انزار خصوصا في موتش زي ده كان دي معيار ان الموتش يبوز منك كحكم على الاقل يعني قول لولا ان هما الفرقتين سيس شوية وما كانش فيه درب جامد تمام؟ ام بس الموتش كان ممكن يبوز تاني حاجة انا عايز اتكلم فيها على البندي اه عايز تولي على البندي وهنا هتكلم فيها على المشكلة الازلية انا هتكلم على المشكلة الازلية اوكي بتاعها التحكيم في انجلترا وهي عدم الكونسيستنسي في الاختيارات اوكي انا النهاردة مش عارف ومش قادر احدد هل دي ضربة جزاء ولا لا فانت كحكم قدرتها ازاي وانا كلاعب يعني لو انا كمتفرج مش قادر احدد اللاعب المفروض يتوقع ايه نفس الكرة دي في موتش برايتن تمام؟ بس الفرق ان هي من عرضية مش هيد وفندايك ابعد كمسافة خبطت في ايد فندايك الشمال اا كان ليفربول ضد برايتن ومتحسبتش ضربة جزاء امم تمام؟ ونصدق المعد برايتن جي بعد موتش than him الي كان فيه سياح كتير وعايزين اعدت الماتش وا 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 متحسبش ضرب الجزاء والتبرير كان ان هي اللاعب ايديه في يعني ايديه مرفوعة اصلا قبل مكوردت اللعبة فالكورة ملعوبة في ايديه اوكي تمام? تمام يا سيد. انت اخترت التبريض ده. كرة اه ما ايه ده? كرة اه امبارح ضربة الجزاء. تمام? هي هيها. هو اللاعب اصلا فاتح ايده من الاول عشان طلع هد. اوكي. حصل دفلكشن. قريب جدا من الكرة. اقريب جدا من المدافع. وغير اتجاه الكرة لتتصطدر في ايد المدافع. اللي كانت من اول النطة وهي وهو رفع. فانت بناء على ايه? حسبت دي دربة جزاء وبناء على ايه محتاجة. والفكرة اقول له ان عايز اقول لك بقى في الفار. لما جيت اشوف الفارة التعامل معها ازاي? هتشوف ان معزم الاعادات كانت هل الكرة لمست اه دماغ اه المهاجم ولا لأ? عشان لو الكرة كانت جاية من بعيد وخبطت ايد المدافع على طول وقتها ما هي في المائة بينها. الشك كان هل لمست المهاجم ولا لأ? طيب ما انت اكشفت ان هي لمست. فمعناها ان اللاعب قريب جدا من الكرة. زي ما احنا حسبنا من اسبوع ولا من اسبوعين. فانا دلوقتي كمدافع انا افهم ايه? يعني اعمل ايه? فكر فيها بقى من احدى انا انا كمدافع مفروض افكر ازاي? ولا اعمل ايه? ممكن هقولك. بقى اعلا نشوف القانون بيقول ايه? القانون بالحرف بيقول ايه? مم. القانون بيقولك ان لما لعب دراعاته تكبر حجم جسمه غير الغير الطبيعي بتكون هاند بول. تمام? وده معناها ان دراعك بيكون ام في موقف غير طبيعي. يعني لجسمك. طيب يعني انت كده كده فيش حد بيكون ماشي يعمل كده مسلا. دراعاتك جنبك. في اي حاجة زي ما احنا بنقول بتكبر جسمك. خلي جسمك حجمه غير عن الطبيعي. دي هاند بول. فهو بالقانون المفروض دي هاند بول. وبالقانون المفروض بتاعت باندايك هاند بول. بس انا بكلمك في القانون بتاع ام الهاند بول اللي هو مش البروكسيميتي. يعني في برضو حاجة تانية. يعني هو كان بيبص لو بالمر قريب من صريبة ولا لأ. لان دما كورة بتكون قريبة جدا من المدافع ما بتتحسبش. لان هو مش هيلحق ان هو يحرك ايده ويبعدها. في بروكسيميتي رول. ولكن في الموقف ده ما كانش في اي حاجة اللي هي علاقة بالبروكسيميتي. الموضوع كله كان الحاكم بيبص في الفور على ان ايده في موقف غير طبيعي ولا لأ. او ايده كانت في موقف غير طبيعي. فبالتالي بالقانون هي بس هو على فكرة جاري نيفل التكلم في الموضوع ده. جاري نيفل قال لك هو اه ايده في موقف غير طبيعي. ولكن هو طالع يجيبك كورة فطبيعي ان هو هيعمل كده علشان يعرف يرفع نفسه. وبيقول لك انا كان لقيب كورة لو كنت هنط على الكورة عشان اجيبها بدماجي. هنط سواء بالاسلوب ده باسلوب شبهه. وقال لك ان دلوقتي عمتا اللعيبة بقت بتواجه صعوبة في ان هي تدافع خصوصا لما هم بيحطوا ايديهم وراء دراعتهم وراء دهروهم عشان خافين من الهاندبول. فالقانون هو ان هي هاندبول. القانون مصعب الحقيقة على المدفعين. ولكن هو ده القانون. يعني اللي يغلط في القانون يبقى غلط. خليني اقول لك حاجة. خليني خليني اقرالك خليني اقرالك نقطة مهمة. تمام? انا لخصت القوانين كلها. تمام اللي موجودة بيقول لك. The rule does not make exceptions for handball as long as the player's body position is a consequence of or justifiable by the player's body movement for that specific situation. يعني انا لو لاعب بتحرك يعني طريقة حركة جسمي already معمولة بالطريقة دي قبل ما الكرة تتلاعب. تمام? فهي مش هاندبول. فوقتها مش هنصفر هاندبول. ده اللي انا بقول لك عليه هو صليبة بينط بالكورة. بينط الكورة الاولانية للعرضية. تمام? فطبيعة النطة ما هو لازم عشان اي واحد ينط لازم يحرك كده. تمام? فما ينفعش ينط ايده ورا ظهره. فدي انا شايفها حركة طبيعية للجسم. خصوصا ان الكورة اللي بعديها اللي هي لما بالمر ضربها براسو. فصليبة قصا طاير في الهواء. طب انا ممكن اقول لك حاجة. وقتها يبقى لا يبقى. بص انا بالنسبة لي عن مثلا من وجهة ناصري هيديد مفروض تتحسب كده كده سواء ايده طبيعية او غير طبيعية لان هو الهادر بتاع كان رايحة الجون. فمليش دعوا بقى ايدك دي في موقفها الطبيعي. موقفها الغير طبيعي. بس انت ايدك لو ما كانتش هنا كرة ممكن تخش جوه. محنا ما ينفع. انت لازم نفس الموقف ده تتعامل عليه على اه منطقة الجزاء كلها. لو انت لو انت هتمشي بالقرار ده فانت وقتها لازم تتعامل مع الموقف ده في اي حاجة. يعني هنرجع تاني سنتين ثلاثة لما كرة داير. لما اندي كارل ضرب هيد في ايد داير من ورا. وداير مش شايف. داير بينط هما الاتنين بينطوا ورا بعض. خفطت في اندي كارل اللي راح تنمسى ايد داير تحصل بالدارب. والقانون اتغير على النقطة دي بعديها. ان هو لا. واللاعب ده مش ممكن يعمل حاجة. هو نفس الكلام هو طاير في الهوى. هو طاير في الهوى على كرة اولانية حصل دفلكشن في الكرة. هو ما حركش ايده. هو لو كان حرك ايده بعديها لمنع الكرة اقول لك مليون في المية دارب جزاء. بس هو واضحة جدا ان من اول ما الكرة تلعبت اول عرضية وهو بينط. والكرة لو ما كانش بالمر خبطها. يعني هتبقى نفس الكلام. بس هي الفكرة اللي هي بول تو هند. اللي هو لما لما تبقى انت حاطت ايدك كده في من الوقت شايتها في ايدك كلك دربة جزاء. ما فيش الكلام ده. تفهم قصدي? ففيها يعني ما فيش توضيح على النقطة دي خالص. وانا شايف ان طول ما احنا في اسبوع بنحسبها واسبوع تاني ما نحسبهاش. يعني انا متوقع دلوقتي الاسبوع الجاي لو حاجة زي دي حصلت مش هتحسب. وهفكر. ماشي ماشي بس ساعتها هيكون هي غلط عشان هيكون ضد القانون. يعني ماشي اوكي انا بص انا كنت شايفها بانلتي مش حتى لو هي مش بانلتي انا مش شايف ان يعني فيها جدال كبير قوي. الجدال فيها واسع فاللي هو ما نقدرش نقول ان هي كانت خطأ كارسي لان احنا شفنا اخطاء كارسية بجد الاسبوع اللي فاتت. شفنا شفنا بلاوي شفنا كوارس. حتى لو دي كانت غلط فهي مش غلط قوي لان هي محل نقاش ما اصدقى. ولكن عمتا حتى تشالسي بعد ما جوق جون. هي غلط هي غلط لدرجة ان هي يعني انا فاهم اصدق ان هي محل نقاش ان في وجهتين نظر فممكن الحكم يكون راح بوجهة نظر واحدة بدل التانية. ولكن انا بالنسبة لي هي ضد وجهة نظري صراح. ماشي. عمتا عايزة ارجع للموتش بس علشان حتى بعد اللاتة دي كلها وبعد ما تشالسي جابه الجهون تتوقع ان ارسنل هيفوقه وتتوقع ان ارسنل هيدوسوا بنزين تتوقع ان ارسنل هيكونوا عايزين يجيبوا جهون في التانية عشان هيبقوا عايزين يمسكوا في النقطة على قد ما اقدروا. ولكن ارسنل كانوا بلا حلول. بلا حلول خالص. ما كانش عندهم ولا لعيب كويس. انا مشوفتش ولا لعيب كويس غير لعيب واحد بس هتكلم عليه بعد ما اتكلم على كل الوحشين. بس ساكا ومارتنالي مجوش خالص نهائيا. عمتا الوينجين ما كانوش شغالين كويس يعني مش هتكلم على مهارات فردية ووان وونز بنسبة لساكا ومارتنالي بس هتكلم عمتا على السيكوينسز والجمل اللي كانت ناحية على الوينجين ما كانش فيه جمل شفتها. ده شوية يرجع من وجهة نظري للجيم بلان السيء الارتنالي كان حطوه ويرجع له ان تشيلسي الباكين بتوقعهم كانوا عاملين ماتش استثنائي. مالو جوستو عامل ماتش كبير قوي على مارتنالي. مارتنالي احنا عارفين ان هو من احسن اللعيبة في الوين وونز في الدوري. يعرف يعدي تقريبا من اي حد. ولكن مالو جوستو ما كانش عارف يعدي مالو جوستو. وكان مالو جوستو عامل له مشاكر. ونحط تانية كوكاريلا كان قال فيها مارسلو. دفاع وهجوم وساكا مش هتعدي وبين وايت عابلني لو وصلت لساكا. وفي كونتر اتاك بيجري وبيتير كوكاريلا. مين اللي قدامي ده واحد ما اعرفوش. بغد بغد. وفي النص بقى. في النص خصوص. خصوص عارفين ان هو لعيب جماعي. فلو الفريق عطلان هو هيكون عطلان. وده الله حصل لان حتى الكرييتر بتاع الفريق اللي هو ادغارض. كان تاية. ادغارض ما كانش عارف يعمل حاجة. ادغارض ما كانش عارف. يخلق الى الفرص اللي بيخلقها كل مادش لن هو ما كانش يلاقي المساحات اللي بيلاقيها في كل المادشن. عشان كده ما كانش عارف ان هو يعمل فرص لخصوص. خصوص ما كانش عارف يعمل حاجة. والوينجات مقفولة على ساكا ومارتينالي ما كانش فيه اي نوع الحلول. دول اللعيبة الوحشة. شفت اي حد تاني عايزتك اه في لحيف كمين تاني بحشة جمالة طب نتكلم عليه. اه. اه. احنا مش نتكلم على راية. ابدأ انت براية. ابدأ انت براية. لا انا بس عايز اقول لهم يعني. ما انتم ليه جايبينه? انا شفت. ليه? ليه تعمل كده? يعني. انت عملت يعني انت مفروض جايب حارس كويس. تمام? على اساس ان يعني يعمل انا شايف ان رامز ديل هيبقى مرتاح جدا. هيبقى مرتاح جدا. الا بقى لو لو في مدرسة تنهج. وهنسيب الحارس يعق عادي. يعني فيش مشكلة فيها ايه عك عك. تمام? ولكن المضحك في موضوع راية. تمام? ان اللي هو علي الضربة اللي حظل ان ت�ه خفيفي بتاعتك? عالقه يعني حاجة خفيفة بالله كده. بس اللي انا عايز اتكلم فيه ان مدرسة طلع الان بعد الماتش. اه. لما قالو له اولا انت اقول له اشايفها عرضية ولا شوفها? لو عرضية بنسبة مليون في المية مفيهاش نقاش. دي مفيهاش نقاش. الواد مش باسس العجون. الواد باسس على ايا كان بقى اللعيب اللي settlement الجزاء. فانت النمر بتاعت ان هو قاصد وانه هو يروح يحتاف الاحتفالات بيلنج هندي فكك منها خالص. طيلا قال لك ايه بقى? قال لك توني خيميناز مندرب الحراس قال لي ان رايا دايما بيتقدم قوي عن الخط فممكن تحط الكور من وراه. يا الحنيكة ياه. جماعة بعد اذنوكو مدرك من اللعيبة اللي عايزين نلقي لها اسامي عشان هو اوكراني وزي وزي زنشينكو. لا الفتاي احنا هنطل الفتاي. احنا هنسمي الفتاي هو ما بدأيا فتاي. فتاي كورة اصلا هو يطلع يعني هو ما بيقوله ان هو بيعرف يلعب كورة. فده فتاي. اصلا ما اقول لك حاجة? لا قال لك اه انا الحارس انا عارف ان هي متقدم فانا حطيتها من وراه كده. طب ما عملهاش من الاول ليه? واللي هو توني خيميناز ما قالوش غير على الحارس. لا يعني هو اكيد مش صدفة ان بقى لك سنة ونص في الدوري او سنة دلوقتي. ما فيش. ما عملتش حاجة وما قالو لكش. قبل كده الحراس بتاعت المنافسة تقف ازاي. بص انا اللجوان اللي زاي دي بالذات. بحب ابص على اللعيب اللي بيجيبها عشان بقى عايز اعرف هو قصد ولا مش قصد. لان هي اللجوان دي بيكون باينة جدا ان هي مش مقصودة. فلو واحد بيكون قصدها ده بيكون ود لعيب اوي 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 اوي. فبيكون عايز ان انا اعرف هو قصدها ولا لك. تمام? عشان نعرف هو قصده اللعيب ولا لك. فانا ركزت في الاعادة كويس جدا على وش مدرك. ركزت جدا. انت لو هتشوت في حتة هتكون باصس على الحتة اللي انت هتشوت فيها. معروفة ما انت يعني مش رون هرديني وكل الكوري اللي هتشوتها هتكون نو لوك. ولو مدرك يعني كان قصد ان هو يعملها نو لك ان هو كان قصد يشوت بس كان باصس عامل فيها ان هو هيرفع عشان ياخدع راية. فان ده باشا ده لفضائي. يعني ده ميسي ما بيعملهاش. فمستحيل. فمستحيل. في كل الاعادات. دع مدرك ما بصش مرة واحدة بس. يعني مدرك بص مرة على هيرفع له. وبعدين بص تاني على الكرة. بعدين بص تاني على هيرفع له. وفضل باصس باصس باصس. ورفع وهو باصس على اللي هو هيرفع له. يعني هو وهو بيرفع كان باصس على حد في منطقة الجزاء. سبحان الله. الكرة راحت في الجون. تقريبا الكرة اللي هميزه هي اللي سمعت كلام المدرب. مش مدرك. ايا كان. في حاجة سمعت كلام المدرب توني خيميناس. اه. اه. فالجون ده هيتحسب لتوني خيميناس. بس تسبه المدرك. بس احسن لعيب. صراحة في ارسنل. الواد رايس. مش هقولك احسن لعيب. كان هو الوحيد اللي بيلعب. وتروسار لما نزل يعني. بس تروسار لعب لعشرة دقيقة. بس رايس كان بيعمل كل حاجة. كان بيعمل كل حاجة يقدر عليها فعلا. مطش كله شغيل. رايح جاي. رايح جاي. رايح جاي. بس ده احنا متعودين عليه من رايس. متعودين عليه من رايس. من ايام واستهم. بس. ان هو كان البوكس تو بوكس المتعب اللي هو ما بيتعبش صاحب الرقتين. مش بس ان هو بيجري يا ميزو. لا. هو كان بيساند دفعيان. بيوقف هجامات شلسي في الكاونتر. لا كل حاجة. انا ما بقولكش بس ان هو بيجري. ما بقولكش ان هو بيجري بس. بس الفكرة ان هو موجود على طول في الملعب ليه اثر. يا. ده اللي انا بتكلم فيه. والجون اللي جابه بصراحة يستهله. يعني مكافأة كويسة لأداءه عمتن. سانشيز لهبل. هو الماطش عمتن. الماطش عمتن كان غلطات حراس. يعني لو تشوف برضو سانشيز تقريبا تقريبا الجون بتاع مدرب الحراسي بتاع ارسنل كان قائل رايس على الموضوع ده. ان هو سانشيز بيلعب كور وحشة ساعات فقطح هوشوت في الجون على طول. بس انا انت عارف عاجبني ايه في كرة رايس? كرة دخلت الشبكة. ومن كتر ما هو شوية جامد وفي زاوية. هي دخلت وطلعت. يعني هي دخلت مسحت الشبكة وراحت طالعة تاني. ده اتبين لك ادي كرة دي كانت هتكون صعبة اصلا ان هي تتصادل عشان الكرة عشان تعمل حركة زي دي لازم تبقى بتلف وهي في الهوان. يعني هو مش شايتها شوطة وخلاص فاهمت? لأ الود فاهم هو حاططها فينا. وبروفو عليه الصراحة. هو اجوانه مؤسرة الفترة اللي فات. خلي بالك. والمؤسر الكبير. تروسار. مش مؤسر عادي يا جماعة مؤسر كبير. تروسار 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 اول لعيب في ارسنل يجيب جون في تلات مطشاط لي اول تلات مطشاط لي في الدوري كبديل. وده هيوصلني النقطة. تروسار السنة اللي فاتت في يناير كان ارسنل عايزين مدرك وبعدين تشيلسي راحوا ودفعوا دم علبهم. وشاختر خدوا فلوس وهربوا. فارسنل راحوا جابوا تروسار. تروسار من السنة اللي فاتت عمل عشر اسستات وجاب جون في عشرين مطش. تمام? وملي عشرين مطش ده دول هو لعب اساسي عشرة بس. العشرة التاني كان احتياط. تمام? السنة دي لحد دلوقتي هو جايب اربع اجوان وعمل اسست في تمن مطشاط. لما تيجي تبص على مدرك وتروسار كلعيبة. ككواليتيز. تحس ان ده مدرك يجي منه عمتان كواليتيز اكتر من تروسار. بس كأفاكتفنس. تروسار طبعا طبعا بيثبت ان هو الصفقة الكسبانة. وبيثبت ان تشيلسي مغفلين. عشان جابوا مدرك طبعا يعني. بالنسبة لي بيحسم عمتان الديبيت دي. انا بالنسبة لي هي ما فيهاش ديبيت. بس مش مثلا كمان سنتين بعد ما تروسار يقع ومدرك يقوم نقول لا ده شيلسي عمله الصح. لا. بنتكلم اول سنتين تلاتة لو تروسار كسبان فيهم خلاص تروسار كسب الموضوع ده. لان طبيعي بعدها مدرك عنده ايه عشرين سنة ولا واحد وعشرين سنة. طبيعي ان هو يتحسن يعني. المفروض ان هو يتحسن. بس بالنسبة لي الديبيت دي خلصت على تروسار يعني. بس هل التحسن هيبقى يعني هيماتش الفلوس اللي دفعت عليه ده اللي هيبني. رغم ان انا احس ان هو هيكون صفقة زي اللي هو اتدفع فيها وبعدين هنبيعوها. مش 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 حاجات تبيعوه وبعدين هيتقلق في حتة تانية وهيرجع انجلترا. ممكن مدرك ده يبقى صفقة زي صفقة بي بي في ارسدل. ممكن طبعا. اتمنى اشوفها بصراحة. اشانا بكره الودة بكره الودة و بقيت بكره تشيلسي بصراحة. رغم ان هم عملوا مطش كويس جدا. بوكتينو عمل مطش كويس جدا. اول مرة عامة من فترة طويلة جدا. تشيلسي كان يبقى شكله ان هو فريق منظم. عارف هو بيعمل ايه اللعيبة عندها تعليمات ملتزمة بيها وبتنفذها باحسن طريقة. تشيلسي ناقصهم مهاجم جدا. تشيلسي اظن ممكن يكونوا اكتر فريق. او قبل انترناشن بريك تقريبا كانوا اكتر فريق عامل اكس جي عنده اهداف متوقعة. ولكن كان في المركز ال 11 عشان هو بيلعب من غير مهاجم. محتاج حد اللي ترجم الفرص لاهداف. لو ترجم الفرص لاهداف تشيلسي هيجيبه اهداف اكتر. تشيلسي هيكسبه مطشاط اكتر. تشيلسي هيكون معهم نقط اكتر. تشيلسي هيكونوا في مركز اعلى بالدوري. فتشيلسي محتاجين ام مهاجم واحنا محتاجين تاني بفكركم ان نلاقي اسم لتشيلسي. لازم نلاقي اسم لتشيلسي يا جماعة عشان هما صهاينا ولا الكلب. تمام? من اول السويوني ابراهاموفيتش مكان ما عندهم مشروع. وراحو جابهات سويوني تانية الحبل بقى عبيد عندو عندو نادي بيزبول مشعارف مين بيشتر بيشتراكم بيزبول. لا 식عارف مين يمره خصوصا brutally. احد هنا Ibrahimovic اه ده بيزبول يا وابا. بس ام ام. ام podemos Talk at your الووتر بريك. يلا بيناه الووتر بريك. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما اخلنا الووتر بريك. كان ويلو هيرجعنا. بس يعني افتكر. افتكر ان انا هرجع الناس كلها. طب ويلو بس قبل ما ندخل واحنا في الووتر بريك. انا الووتر بريك بجد عبارة ان انا بروح ااكل السلاح يفواري. ولحقش هشرب مياه. تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة عايز اتكلم فيها. اا ان احنا عندنا في الفيديو بتاع الانترو او الووتر بريك فيه سورة محمد صاحي زيني. مرش الموضوع ابي كده ميزو. ايش الموضوع ده صعب. شيلو مش عايز اشيلو مش عايز اشوفه قدامي. اا مش قالت حاجة كنت بقره خبر كده دلوقتي. اا هو بعيد شوية عن الكورة الانجليزية بس خبر مضحك. اا طبعا اا زي ما كلنا عارفين. اا بابو جو مازي لعب الارجنتين ولعب اا اا شبيليا. تم اقافه سنة سنتين. عشان اا منشطات. بياخد منشطات. اا اا اه. ايس جدا. اا وبدافع عن كلين سبورتس انت سبورتنج بيهيفيور. اا وان انا عمري ما كنت عايز وعمري ما عملت اي حاجة اا ممنوعة. اا بيقولك ولكن اا اا يعني اي بريزيوم اتوقع ان الفيولوشن اللي هما بيتكلموا عليها دي طلع من مادة التيربوتالين. ايوه. اللي في جسمي. اا. اا. which i accidentally اسمها دي بقى. اا. which i accidentally ingested. اخدها اخدها بالغلط. اا. اا. وانا وهو بيدي ابنه معلقة اا كوف سورب. كان بيدي ابنه دواء كوحة. والتيربوتالين ده موجود في دواء كوحة. اا. فيقولك انا بعمل كده كنت بعمل كده عشان يعني اخفف الكوحة بتاعته. اا. it is important to specify that it is allowed and in no way does it improve performance of. اا. اا. ثانية واحدة. صراحة القعد مش عارف بس يعني. ثانية. هل ابنه دلوقتي عنده منشطات؟ ثانية 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 بس. ابنه بياخد منشطات؟ عندي سؤال مهم. اعرب عن اسفه؟ اا. صوالة اعرب عن اسفه عايد. اا. لا. قالك انا. انا. قالك انا كلمت المحامين. اا. اا. طبعا. ما اعربش عن اسف. ما فيه مش اسف. لا. 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 دول ما هو ما اعربش عن اسفه. اصلا هي accidentally. فبعد accidentally دي بنعرب عن اسفنا يعني. مليون في المية. وعلى صعيد تاني من الكرة الانجليزية اا. اندي كارول جاي بحيط تجون علامي يا جماعة مبارح من نص الملعب. اا. بالدوري الفرنسي الدرجة التانية. يا لهوي يا لهوي. يا لهوي انت زي اعرف اخبار عنه اصلا. درجة التانية. طب ايه دا يا عمدي كنت اقام. ايه دا انا متابع جدا. ايه اية عمد فيها اا شباب القرر. ايه? بقول لك اتحيلوا قد ديه شباب القرر اكلموا فيها بكرة. شباب القرر. اي حاجة لها دوري انجليزي بتاعتي. لها شخص انجليزي بتاعتي سوري. مش. اام طب شخص نرويجي معك. الاخبار دي مش هتيجي غير من عندي اولا. دي حقيقة. انت لو عدت تدور مش هتلاقي الجون بتاعه. انا هتفرقت على الجون بتاعه. سؤالي برضو هو شخص نرويجي معك ولا مش معك. عشان هلند السنة دي اه بيجيب جوان. بس هلند السنة دي تعبان. عشان مفيش دعم. اه انا كنت مجهز للجملة دي. اي حد من غير اي حد من غير دعم اه بيتفشر. هو اللي بيمنع الدعم بيبقى. ايوة. طيب. دخول الدعم مش موجود. فبالتالي هلند متخز وقت. طيب. معنى ان هو ما عندوش دعم ان هو مفيش فرص بيجيله. فعشان كده مش بيجي بيجوان كتير. بس هو اكتشل يجيب تقريبا نفس عدد اللي جوان بتاعت السنة اللي فاتت. المرحولة دي من الموسم. ولكن هلند لحد دلوقتي في الدوري اكتر لعيب مضيع فرص كبيرة. تسعة. التاني اظن واتكنز بتمانية او سبعة. بعد تمن متشاط. السنة اللي فاتت في الدوري. هلند كان جايب اتناشر جون. تمام. وكان مترجم ستين في المية من فرص الكبيرة لاهداف. السنة دي وبعد تمن متشاط. جايب تمن اجوان. ولكن ام نسبة ترجمته للفرص الكبيرة قلت جدا قلت النص. دلوقتي تسعة وعشرين في المية. دي ما لهاش دعوة بالدعم. دي معناها ان هو الفرص الكبيرة اللي بيجيله دلوقتي ما بقاش بيخلصها بنفس الفعالية بتاعت السنة اللي فاتت. بفعالية اقل بالنص. كان السنة اللي فاتت ترجمته للفرص. او. 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 السنة دي تسعة وعشرين. او. ممكن يكون. او. ان هو السنة دي. يعني ما تخنعنيش ان فرصة بتجيلك من من سمو اي دا. من من كيفين دي بروين زي فرصة بتجيلك من دوكو. بيج تشانس is a بيج تشانس. ما انت فكر فيها بقى بيج تشانس is a بيج تشانس. بس في فرق بيج تشانس. وانا طلع الخط النص بيحطني انفراد. اوكي. وفي فرق بين خط النص بيلاعب لكورة عرضية. لا. بالنسبة لهالند مش المفروض يكون في فرق. دي بيج تشانس ودي بيج تشانس. دي تعتبر. بالنسبة لهالند مش المفروض يكون في فرق. لا طبعا. طبعا. انا بالنسبة لي. طب انت شايف ان تمانية من تمانية ده وحش? تمانية من تمانية تعال نشوف اصلا هو مش كان جاب هاتريك في جون في موتش. كان في موتش جاب في هاتريك صح? يعني هو في لتعمل ماتش مسجل في كم ماتش?. هو أصلا اخر ماتشان مسجلش. ده اخر ماتشان في الدور يا ميزو. آآ اه ده هو اصلا كان بقاله تلات ماتشات على التوالي مش بيجيب جوان. واخر ماتشين في الدوري. اخر ماتشي dari ميزو. الشطس دي ده واحد بس في كل ماتش. تمانية في تمانية. طيب حيب كرة ما بتجيلوش. طيب ابقاله التلات ماتشات مش بيجيب جوان. طيب 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 خدي خدي انا بس ستنى 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 ستنى. تمن جوان في تمن ماتشات. رقم حلو ولا وحش? اسمع بس اسمع بس. ضيع تسع فرص كبيرة ضد ريد ستار ضد وست هام في اخر ماتشين بس. ضيع تسع فرص كبيرة. ويضيع ويضيع عشرين. طيب. ويضيع عشرين. ما هو بيجي. تمن تجوان في تمن ماتشات. رقم. حلو. ما هو لسه هدف الدوري. انت عايز انا معك هو هدف الدوري. هو هدف. طيب. ولكن النقط اللي احنا بنتكلم فيها. هل هيقل? هل هيقل عني? طيب. النقط اللي احنا بنتكلم فيها هي ايه دلوقتي? هالند الموسم ده وهالند الموسم اللي فات. بالارقام وبالحصائيات انا بقول لك ان هالند مش بنفس فعالية السنة اللي فاتت. هالند لو بنفس فعالية السنة اللي فاتت كان زمانه التمانية دول ستاشر في ماتشين بقول لك مضيع في ماتشين بس دلوقتي الفعالية بتاعته قلت في النص هو حرفيا حرفيا التمانية دول كانوا هيبقوا آآ ستاشر. انا هديك انا هقول لك حاجة انا هقول لك حاجة. تمام? آآ صلاح. ماله. اول موسم ليه مع ليفر بول. في جميع البطولات جايب كم جون? اربعين حاجة واربعين تقريب انصر? اه. اربعة واربعين. عارف في تاني موسم جايب كم جون? حاجة وثلاثين. سبعة وعشرين. تمام. دا يوريني ان الكوكو مش مقتنع. فبالتالي انا مش مقتنع. اول موسم لي. اول موسم لي. في لعبة كتيرة او في مدربين كتير او في حاجات كتيرة بتحصل بحيس ان انت ما بتعرفش اصلا تسيطر على اللاعب. تمام? الموضوع بيبقى اجبر او معقد اكتر من ما انت بتشوفه. تمام? في تاني موسم لصلاح جاب سبعة وعشرين جون. في جميع البطولات. منها اتنين وعشرين في الدوري. او اول مرة كان جابت اتنين وثلاثين في الدوري. تاني موسم اتنين وعشرين. بعدين تسعتاشر. موسم اللي بعديه. بعدين اتنين وعشرين. بعدين تلاتة وعشرين. صلاح ارقامه ما تجيش جنب الموسم الاولاني. نعم? وهو ده الطبيعي ان هو اول موسم لازم هيفجر الدنيا في اول موسم. ماشي ماشي. انا انا بقول. يفجر الدنيا في اول موسم. انا انا. خلاص بقى بيبتدي الروتين الطبيعي بتاع البني ادم العادي اللي هو هيجيب جوان بس بس انا بالنسبة لي كمهاجم. هو لو كمل بالريد ده هيخلص بتمانية وتلاتين جون في الدوري. ماشي. لو كمل لو حسبنا جون كل موات على كل مواتش لعبه. خلص ثمانية وتلاتين جون في الدوري او ستة وتلاتين انت زعلان ليه? ماشي. انا مش زعلان بس انا بقولك يعني في احصائيات بتقول ان هلند المفروض يكون احسن من كده. بس هو ده اللي انا بقوله. مام. ما عنديش بس يش بقولك ان هو وحش. ممكن يبقى احسن من كده. يعني انا بش بقولك ان هو وحش بس بقولك ان هو المفروض يبقى احسن من كده. طب هتشوف بقى ايه? عايز بص هنعمل حق. هنشوف نسبة الاهداف قبل ما دي بروين يرجع وبعد ما دي بروين. طيب حلو. حلو. تمام? دي الفايصل بتاعني. ده اللي هيحددت. اوكي. 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 كرة حلوة قوي السرعة تزديدها قوي جداً بس الجول الاول بقى الافرز هدو ناس يقول لي لي جواردو ناس مدرك مقصودة ولا مش مقصودة جون الافرز ما شوفتوش طيب خليني نشرحه لك هو بيشوت الكرة بس اظن من ضمن اللي جوان اللي فاتت اظن ان الكرة خبطت في الارض فاترفعت وشيب عدت من فوق الجول فنزلت بس هو بيشوت الكرة هو بيشوتها عادي ما كانش بيشوتها ما كانش بيغرفها عشان تبقى تشيب فهي بس تقريباً الكرة خبطت في الارض الاول فانط فهي كان شكلها غير مقصودة جداً صراحة انا كنت عايز اسألك عن الموضوع ده ولكن في الجون ده الروش ما كانش التنى التنى كده الجون قدامي اهو لا هي هي مش مقصودة طبعاً مش ماخدها خلص طبعاً يعني بتفرج عليها بيعني لا 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 ده ولا زي جون ده هو لو قال ان هي مقصودة لا يبقى عبيت شفتش قال ايه بصراحة عليه ده كرة قلشة من رجله يا جدع ام بس زي ما انا بقول لك على فكرة الجون ده الجون ده الفكرة فيه ما كانتش الفكرة فيه الفكرة فيه كانت دوكو انا فاكر احنا اول ما اكلمنا على دوكو انا وانت قلت ان هو ستيرلين صغير طبعاً وجوارديولا تلع اكد الكلام ده وجوارديولا تلع قالك احنا ما عندناش لعيب زي دوكو احنا نوع الوينجرز اللي عندنا عمتاً ازكية اكتر ما عندناش حد ما عندناش حد في خمسة او في ستة متر بيكون بالسرعة بتاع الدوكو وقال زي ما ميزو قال يا جماعة بعد ما ميزو قال خليني يقول جوارديولا بيقول كلام ميزو ان دوكو شبه ستيرلين جداً وساني جداً ودي حاجة فعلاً فعلاً انا حستها حستها في طريقة لعبه وحستها في عرضياته بالذات كان فيه موسم او موسمين ستيرلين مع منشستر سيتي كان دايماً منشستر سيتي بيجيبه جوان نفس الجول واحد بيروح يعمل عرضية عرضية عالبعيدة يجيبه منه تلاتة كل مطش عادي جداً كانوا انستوبابل زي ما هم انستوبابل دلوقتي بستريت لعب مختلفة فكان ستيرلينج هو من احسن الناس اللي بيعملوا الموضوع ده وكان فعلاً ساعتها فيه ثاني وكان فيه ستيرلينج ودوكو فعلاً بيفكرني بستيرلينج دوكو صفقة كويسة جداً صراحة صفقة في الجون انا بس عايزة شهادات السكاوتينج بتاعتي مش من فراغ يا جماعة عاد تدرس عاد تدرس الموضوع ده لغاية ما اقدر افهم مين ايه اللي عيب الفنان وايه اللي عيب الوحش فان جوارديولا يقول نفس الكلمة اللي انا قلتها يعني شكراً جوارديولا ولكن عيب عليك اقول له ان انت تستنى جوارديولا عشان تأكد لا لا والله انا كنت متأكد من كلامك ده بس اتفاجأت ان جوارديولا بيسمع جول انجليزي طلع بيكرر هو كلامك يعني يعني ما انا بكلمه يا ابني ما انا كنت مش في الموسم اللي فاته ولا اللي قبليه كنت بكلمه في موضوع البرنامج بعت له حاجات بقول له يعمل ايه وب طيب ببعد الماتش ما خلص یہو جوارديولا في مؤتمر صحفي بتاعته ايه دعنا رجع قبل الماتش قبل الماتش في تقرير طلاع من the guardian بيقول لك ان جوارديولا بعد اخر ماتش في الموسم اللي فات كان manchester city وبرايتن خلص واحد واحد انسيسو كان جاب حلو قوى the guardian طلعوا تقرير أو the telegraph حدا منهم يعني طلع تقرير بيقول ان بعد الماتش ده مخلص جوارديولا في قط اللبس قال للعيبة ان المدرب ده اللي هو روبرتو ديزيربي هيكون مدرب منشاستر سيتي الجاي طبعا بعد ما مطش برايتن ومنشاستر سيتي خلص اللي هو مطش الأسبوع ده طلع جوارديولا قال لهم انا مش فاكر ان انا قلت حاجة زي كده بس روبرتو ديزيربي مدرب كبير جدا يقدر يدرب اي فريق اي حتة في العالم فسؤالي لك سؤالي لك اه قبل بسألة السؤال جوارديولا دلوقتي عقده هيخلص الموسم الجاي يعني اخر الموسم الجاي تمام؟ بعد الموسم ده هيخلص وبعد ما الموسم الجاي يخلص والغاية دلوقتي هو ما جديدش عقده فلنفترض فلنفترض ان جوارديولا ما جديدش عقده وديزيربي هو اللي مسك مكانه الشكل لمنشاستر سيتي هيكون عامل ازاي تحت ديزيربي وايه اكتشل سؤال تاني كمان موزيربي محتاج يعمل ايه؟ اه انا كنت تسألك هو محتاج يعمل ايه علشان يكون ان هو ياخد الشغلانة دي او يستاهل الشغلانة دي لا انا عندي انا انا عندي وجهة نظر تانية كنت تفكر فيها مبارح تمام؟ وهي وجهة نظر خطيرة جدا لو لو حصلت ديني في الخطر تمام؟ مم حضرتك سيتي لو هيروحوا المدرب بوستوكوكوغلو هيتاخد لا 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 يا ميزو بقى مش كل حاجة هتبقى توتنهم عشان بيده اول دوري ملاش علاقة باول دوري. ما قل لي علاقة بايه? اسمع مني اسمع مني ومن الدوشة اللي حصلة من الدولة الدوشة اللي حصلة لورة بوستا كوجلو تمام? الحاجة الوحيدة اللي هقولك ممكن تخلي بوستا كوجلو قاعد تمام? ان هو من النوع اللي بيحب يعمل حاجة قبل ما ينشف. وهو ممكن ما يعملش حاجة يعني هيطول شوية لغاية ما يعمل حاجة معنا. مش مش عشان هو. بس طريقة الكرة. تمام? يعني انت اشوف ديزيربي يتعامل مع العيبة اللي حد ما بعنف. تمام? بيعادي المدربين الاخرين. ايش? تمام? شفناها مع ده 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 اتخنى مع مع واحد ما كانش مدرك ان اسمه استليني. كريستين استليني بتاع توتنا. راح يسلم عليه على الخط تخنق. ولا ولا كلمه ولا ولا حد كان يعرف سيء. امه اصلا كانش عارفاه. وتخنق معايا. بتخنق معايا حد. انا مش شايف ان ديزيربي مناسب لاي اسمه اي ده? سيتي? لاي مانشستر سيتي. قصوصا ان جوارديوليا بيعتمد فعلا على الهجوم زي ما احنا قلنا. ولكن بيعتمد على صلابة تمام؟ المنطقة الدفاعية. والديزيربي في الحتة دي هو ناسي قصلا ان الكورة دفاع. هو بالنسبة لديزيربي الكورة اجيب جوان اكتر من المنافس. المنافس جاب ثلاثة انا اجيب اربعة. ام. فانا مش شايفه مناسب. تمام. تمام. انا قلت بس كده انكشك شوية. انا شايف ان هو ما عملش حاجة لحد دلوقتي ان هو يستاهل ان هو يمسك منشاستر سيتي بصراحة. مدارك كبير وكل حاجة بس شوفنا لما واحد زي بوتر نط نطة من برايتن لتشيلسي. عمل ايه? فما بالك بقى انت بتتكلم على حد عايزه ينط من برايتن لمنشاستر سيتي. فغير وقعية بالمرة. مش حاسة مش حاسة هي بتحصل اصلا عملا. ماشي. ام. كده نكون قفلنا ماتش سيتي ونخش على الكلام انجليزي. وانا عارف ان انا مميزه في النوتس كاتب ان احنا هنبدأ بليفر بول بس انا بصراحة مليش نفس الكلام ايه صلاح جاب جنين فاحنا هنتكلم عن صلاح. نعم. فيش حاجة نتكلمها ونقولها عن صلاح اكتر من اللي احنا قلناه في اول حلقة بصراحة. لا يعني. نسكيب اتمنى بس ان انا مش شايف ان فيها يعني 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 لأ مش حاجة بس يعني الماتش كان 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 الى حد ما ممل عايزة اقول يعني في فيه آآ ليفر بول ايفرتن ليفر بول ايفرتن ليفر بول ايفرتن آآ ليفر بول بيكسابه الماتش دي عام. بس رو ماتش واحد بس في اخر تماني عشر. وعملش حاجة واو. آه فا ديربي من جهة واحدة يعني. فا دخلنا بقى انا هسيبك انت هتتكلم على نقطتين. اولا سير بوبي شارلتن. وسانيا آآ العك اللي عندكو في الناس. هم محظيظ منشاستي رينايتد فريق محظوظ ان كان فيه عواء عندنا الاسبوع اللي فات وكان فيه انترناشنال بريك. ما كانش فيه حلقة. ما عارفتش اتكلم. لان انا لو كنت اتكلمت كنت سبت ولعنت وقلت ادبي علشان اللي حصل ده مش منطقي. يا جماعة فبريزي رومانو. الاسبوع اللي فات. طلع خبر بيقول لك ان الشيخ الجسم انسحب. من آآ بيع منشاستر unoيتد. صفقة بيع منشاستر نويتد. بعد ماجلازرز. ماجلازرز. رفضوا اخر عرض لي. كان ايه اخر عرض لي يا جماعة؟ مقدم دبل. دبل. تقييم النادي. يعني حوالي سبع مليار باوند. كاش. كاش. فلوس عالترابيزة. مش عارف يعني ايه سبعة مليار باوند كاش دي. مش عارف ازاي. انا مخي مش عارف يتخيلها. انا مش عارف تتخيل سبعة مليون هيكونوا عاملين ازاي. ده سبعة مليار كاش. مش عارف ازاي مبدئيا. غير كده هيسدد كل ديون النادي اللي قدمتها حوالي مليار باوند. تمام? غير كده هيينفست في النادي وهيجدد. العرض الخرافي اللي لا يحلم به عقل. لا يحلم به اي احد لا يتخيله اي عقل عامتا. انتم متخيلين انا بقول لكم سبعة مليار باوند كاش. كاش. فلوس. روزم 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 ايه? دي مش هتبقى روزم ده اكيد فيه كلمة اكبر من روزم. مش عارف هيجيبوها في ايه ده هيجيبوها في سفن بقى. سبعة مليار باوند دي. اترفض. اترفض يا جماعة انتم متخيلين. متخيلين الطمع واحد. ناس شاريين النادي. بقرد بضمان النادي. قرد بخمسمائة مليون باوند. خدوه من بنك في امريكا. بضمان اصول النادي. فما دفعوش حاجة من جيبهم. الكلام ده كان في الفين وتمانية تقريبا. دلوقتي جاله عرض ان هو يروح وفي جيبو سبعة مليار باوند كاش. كاش. يعني عمل مكسب سبعة مليار باوند كاش. والديون مش هيسددها. ديون النادي انا هسددها لك يا عمي الشيخ جاسم. انا الشيخ جاسم هسددها لك. خد الفلوس. وترفض. وترفض. انتم متخيلين الجنان? والله ده جنان. ما هو ده جنان. ده جنان. ما فيش وصف ليه غير انه هو جنان? مين? مين? ليه? انت مين? انت جيف بيزوس مسلا? ليه? انت مين عشان ترفض سبعة مليار باوند? وبعدين المشكلة. يا عمي فلنفترض ان هو طماع. عايز ان هو يفضل هو عنده اكبر اصول للنادي او هو يفضل مالك النادي الجليزرز علشان هم بتعالوهم مكسب كل سنة حوالي ربعمائة مليون باوند. فلنفترض ان هو بيفكر في ايه? ان انا هفضل مالك النادي والسبعة مليار باوند دول همهم في اربعتاشر سنة مسلا. ولا خمستاشر سنة. خمستاشر سنة همش هيقيش اصلا خمستاشر سنة يا ربي رب ربنا ياخده. ربنا ياخده شبه الخنازير الصهاينة وهو شكلهم واحد منهم اصلا. مهم. فلنفترض ان هو فكر بالطريقة دي. العرض التاني. العرض التاني كان فيه الشيخ جاسم والناحية التانية كان فيه سير جيم راتكليف. سير جيم كان العرض بتاعه ايه? انا هشتري خمسة وعشرين في المية من النادي. قيمتها كم? هتشعلي. وكمان عايز اكون انا اللي متحكم في الادارة الرياضية للنادي. عمو جليزر قال له تفضل يا حبيبي. of course. of course. 25%? yeah sure. انت انجليزي احنا امريكان احنا زي بعض yeah. يالله. خد خمسة وعشرين في المية اتحكم في السبورتينج اوبريشنز بتاعت النادي كلها. وصباح في فل. ده تي ار اس. ده اسمه تي ار اس. تي ار اس دي يعني حاجة. يعني حاجة. ولكن يا جماعة المشكلة كمان. مشكلة تاني ده اسمي مشكلة كمان. سير جيم راتكليف تلاع قال تصريح. جنني 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 انه هو بيقول ان هو لما بص على حالة النادي الرياضية بكى. بكى من غياب البريتش كور اللي في النادي. يعني بكى ان مفيش اي هوية بريطانية في النادي. يلعن ابو بريطانيا على انجلترا عليك يا راتكليف الكلب. يلعن ابو دي بلد كلها. موضع علينا حياتنا في كل حاجة. في الرياضة وفي السياسة وفي كل حاجة. يا اخي ارحمونا. ارحمونا. اه اه اه. اتوا عايزين منا ايه? والله عايزين منا ايه? التفاهم يا ميزو ان احنا بنحاول يعني احنا لحد دلوقتي. يعني الراجل اللي قرر يشتري ماجواير غير اللي وافق عليه. يعني هو اللي كان عايزه. علشان برضو البريتش على اساس يعني ان اقولي ده من حواري مانشستر. تمام? هايز بريتش يا نو هايز هاري ماجواير ليدر كابتن اللي هو لحد دلوقتي بيعملوه كده. كابتن فريم المنتخب. ويعني شلناه من كابتنت فريم مانشستر اللي هي تبقى عجوبة. ليه? عمل ايه? لا معه باسبور. تخيل بقى جاب لنا عشرة ماجواير. يا نهاري السود. بقى لاش عشرة ماجواير. اربعة ماجواير. خمسة ماجواير. تخيل. تخيل. تخيل انا كل اسبوع هشوف عندي طقم انجليز. يا عم احنا كان عندنا سانشو. ما عندنا سانشو وشوفنا شوفنا شوفنا الكور الانجليزي عامل ازاي? الكور الانجليزي علق. علق. الانجليز اوساخ. الله يا جماعة اهو اثبتولنا. هم اثبتولنا. عندك مثال سترلينج. عندك مثال سانشو. عندك مثال راشفل. عندك مثال ماجواير. عايزين ايه تاني? عايزين منا ايه? عايزين منا ايه? الله انا اش عايز. بس انا هسألك سؤال. انا هسألك سؤال والله انت لو مكاني. هتفضل. لو انت لو مكاني. وحصل ان السير جيم راتكلي فعلا اشتري النادي. وفعلا سياسة النادي تغيرت من انه هو بقى بيحاول انه هو يخدليها اكتر بريطانية. وانه هو يجيب لعيبة بريطانية. هتشجع النادي ده ولا? يعني بس. عايز اقول لك حاجة. ان سير جيم راتكليف ده. مالك نادي ليدز. اه مش نيس. سوري صح. نيس? نيس. نيس ولا ليل? نيس. نيس. عنده ليل. عنده نيس. اه مش عايز اخضك. بس هو من كتر العك اللي هو عمله هناك الجمهور اعلاب عليه. فاول موسم. اه منعرف. منعرف. واللعيبة غلطت فيه. تمام? مش عارف اقول لك ايه? جاوب على سؤالي. جاوب على سؤالي. جاوب على سؤالي. جاوب على سؤالي. والله. لأ طبعا. لأ. لأ. قلت غالصة اغير النادي بقى. نقدم في حتة تانية. والله. طب انا ممكن اربط. يا ابني انا لما النادي بتاعي جابوا كونتي وموريني وخدت بشجع السيتي. يعني. انا انا هقول لك حاجة. خليني اربط الموضوع ده بالموضوع التاني اللي علاقة بيونايتد اللي هو اه موت سير بوبي تشارلتن. سير بوبي تشارلتن كل الناس عارفة ان هو. الحمد للان هو الرجل تابد دلوقتي. ما انا بص انا هقول لك. هو النادي بيموت عمت. النادي منشستر بنويتد بيموت. اكبر دليل يعني او اول بداية عمتا لموته عمتا هو هي دي سير بوبي تشارلتن. وهو هيحصله سير الالكس يا ربي يعني مش فترة مش قريب بس خلاص يعني سيرو هيحصله. العمار بيقى دي الله طبعا يعني. لا هو هو لازم قريب عشان نشوف نعكل ايه. بس بوبي تشارلتن بس قديكوا خلفية عنه. ليه قدي ايه الراجل ده عظيم. وقدي ايه الراجل ده ليه مكانة كبيرة جدا بالنسبة لجماهير منشستر بنويتد. واكيد انا بالنسبة لي اسمع عنه يعني بس الجماهير الانجليز بالذات سواء اللي قدي او اللي اكبر اللي بيسمعوا قصص عنه من الاجيال الاكبر جدود ابهات متعلقين بي جدا لان الراجل ده يا جماعة في حدسة ميونيخ اللي مات فيها تلاتة وعشرين لعيب واداري من منشستر نويتد. هو نجى منها. نجى منها وفيه كان حارس منشستر نويتد في الفريدة طلعوا من الحطام بتاع بتاع الطيارة. تمام? والراجل ده بعد ما تعافى من اصاباته من تحطم الطيارة قدر ان هو يكسب مع منشستر نويتد تلات القاب دوري درجة اولى. كسب الافي كاب. وكان انصر مهم جدا في كل البطولات دي. وكان كابتن منشستر نويتد لما كسبوا اه الشامبيز ليج او كنسايتها يسمو الكاسر الاوروبي سنة سبعة وستين تمانية وستين وجاب جونين في النهائي ضد بنفيكا لما منشستر نويتد كسبوهم اربعة واحد. غير كده يا جماعة. هليني اقول لكم انصر بوبي تشارلتن كسب البالوندور سنة الفتسوائي ستة وستين ودي كانت السنة الانجلترا كسبوا فيها. كاس العالم الوحيد في تاريخهم. وكان بوبي تشارلتن لعب كل دقيقة في كاس العالم ده. وكان الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا لحد ما وين روني عداه. فالفين وخمستاشر وبعدها هاري كين عدا وين روني. فبكده سير بوبي تشارلتن كسب البالوندور وكان كسب كاس العالم وكان كسب الشامبيز ليج وده اللي يخليه واحد من تسع لعيبة بس في العالم في التاريخ اللي كسبوا التلات القاب دول وهم فرانس بيكنباور جيرد مولر. فاولو روسي. زين الدين زيدان. ريفالدو. رونالدينيو. كاكا. ماسي. سير بوبي تشارلتن ما كانتو كبيرة جدا كلعيب كورة وكأيكونة لمنشستر يونايتن دعمتا. سير بوبي تشارلتن مات. وزي ما بقول لك هو كان جزء كبير جدا من هوية منشستر يونايتن. مات جزء من هوية منشستر يونايتن مع موت سير بوبي تشارلتن. وبيموت اجزاء موسم بعد موسم طول ما الجليزرز موجودين. هم اللي بيقتلوها. هم اللي بيقتلوا هوية النادي. دلوقتي احنا مشاجعين منشستر يونايتن مش عارفين النادي. مش عارفين شكل النادي. هم فشخنة. فشخنة لا يفقه شيء في الادارة الرياضية في الادارة القروية. فعلا. وبموت سير بوبي تشارلتن. فعلا انا حاسس ان خلاص. نادي منشستر يونايتن اللي احنا كلنا عارفينه من زمان. واللي احنا مش عايزة بلو تربينا عليه بس اللي احنا اخترنا نحبه من وي احنا صغيرين. اتغير ما بقاش هو بتاع زمان. بقاش هو اللي احنا حبناه وي احنا صغيرين. ولما اكيد هتحصل في يوم الايام. سير اليكس فيرجسن. لو ما تعرفش يتصرف ويغير القصة دي وهو عايش مش هتتغير وهو ماي. ففعلا انا بالنسبة شايف ان منشستر بيموت. واكبر دليل ان احنا كنا بنلاعب شافل الاخيرة على الدوري. وكان شكلنا ان احنا القابل الاخير. يعني شكلنا ان احنا بنصارع على الهبوط وكل فريق منا قافش على التلت نقاط وبينافس بقوة جدا. ماتش في فتي فتي احنا محتاجين تلت نقاط. ندعب شافل. فكرة اصلا ان انا كنت بتفرج على التعليق الانجليزي على الماتش ده. وبعد الجن الاولاني. بتاع يونايتد يعاني بعد ما يونايتد جارب الجن. المعلب يقول طبعا انتو عمل اه هي عمل عمل واحدة متحة شلبي جدا. اه مش متحة شلبي محمود بكر. اعرف محمود بكر لما كان يقولك اللي لسه كان بيشرب شايف البلكونة ولسه راجع حيب اقوله ان الاهلي كاسبانه هتسب هو عمل ايه? قالك. if you've just opened the tv and you'd see the score united is leading 1-0 and you'd think that's normal. but it's against the run of play. انه. فعلا. 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 صح. شافل الواد اللي جاب الجون بتاعهم ده اول مرة يجيب بهم تقريبا. جابني احنا كوروما جدا. اي حد عايز يعمل تاريخ اي حد عايز يكسر ريكورد يجي لنا بس. يجي لنا واكسم بالله هندلعه. نفسك تخش التاريخ. انت هتلعبوا مين نيكست. عندنا. هتلعبوا مين نيكست عايزة بقى اول هو. اول هو. اول هاوي هاروح على. بتقولك حاجة. ينايز بدلوقتي الاخير على مجموعيتهم في الشامبينز ليك. وعندنا كوبينهاجن اللي فوقينا اصلا. يعني احنا معانا صفر نقط. هما معاهم نقطة. واحنا هنلعبهم. وازن المطش ده هيكون لا هيكون عندنا. يعني ايه ممكن نكسبه والله. ايه ممكن ايه ممكن نكسبه احنا. ايش. طلعت الجوايا. بقي كتير قوي. بقي كتير قوي كتم. كتم. انا سبتك. انا سبتك تطلع. انا سبتك تطلع على الجواك. بس برضو عشان ما نطولش على الناس. انا لحظة ان الحلقة بداها ساعة ونص. ام. من الحلقات الحلوة الطويلة. في اسبوع تطلع هم ملعبش فيها يا جماعة. انتم متخللين لو كانت تطلع ملعب كنت هتكلم على قد ولي. يعني كان فيها ساعتين. اه. تحظوكم ان احنا هنلعب يوم اللي اتنين. هنلعب بكم. ام. ام. بس عايزين اخر حاجة نتكلم عليها ولو. طريق اه استاهل ان احنا نجيب سيرته. ام. اللي هو نيو كاسل. نيو كاسل بيكسب كريستل باليس اربعة. جيكوب ميرفين في الديارة اربعة. انتني جوردين اربعة واربعين. لونج ستاف. لونج ستاف يا جماعة اللي جاب جون ضد بي اس جي. في الشامبينز ليج. مين كان يتخيل ان لونج ستاف هيجيب جون في الشامبينز ليج وضد بي اس جي. وكالم ويلسن. رغم ان مثلا فرص اه نيو كاسل اقل بكتير من فرص كريستل باليس في ده. ولكن اه يعني راحوا عالجون اقل. ولكن اه خطورة الفرص هي اللي كانت العمل المهم جدا. اه من ضمن العاجات المهمة يا جماعة في الموتش. انه تري بيه. الله يسمحك يا اللي بيعته. تمام? ام. تري بيه. اه. عمل اسستات واكتر من اي لعف الدوري السنية دي اللي هو ستة. عمل سستة اسستات في تامن موتشوت. تامن موتشوت. ام. اه. منهم منهم ان اخر تامن موتشوت ديهم. اه. ده على. كل المسابعات. اه بالزبط. اه في كل المسابعات. اخر تامن موتشوت في كل المسابعات. مش اخر تامن موتشوت في الدوري. اه. ولكن. اه. الصعب بيجي على نيو كاسل في اللي جاي. ودي حاجة احنا اتكلمنا عليها. نيو كاسل يمكن ابتدى الدوري اه بشوية سيتي وليفر بول ورا بعض. وخسر الموتشين. ولكن هو هي لعب دورتمند بعدها هي لعب. في ويلفزاب لونيتد. بعدها هي لعب ارسنل. بعدها هي لعب دورتمند. بعدها. انا انا بكلمك على اه. يعني انت بتكلم على هيلعب دورتمند ب25. بعدها بتلات تيام هيلعب بولس. بعدها بتلات تيام هي لاعب يونايتد. بعدها بتلات تيام ارسنل بعدها بالتلات تيام دورتمند. بعدها باربعة تيام بعدها في راحة شوية. من التسعة الموتشات الجاية. انا بس تانة بس ياهل ايو 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 ما انا responsabil ده عنده مدعكة. ده هو يعني لغاية يوم 11 نوفمبر خلاص. هلاعب بورتمنت هياخد اجازة 10 تيام ولا 12 يوم. آآ بعدين هلاعب تشيلسي. بي اس جي يونايتد. افرتين توتنهام. ميلان. يا لهوي ده ده ديسمبر عنده ليفر بول وسيتي. لك الله. لك الله. يعني انا لسه ده ده اخر ديسمبر اوه. ديسمبر فعلا. لك الله فعل. لا ليفروبول اخر ديسمبر وسيتي اول يناير. لا خلاص ياخدوا الدوري. يا. ياخدوا الدوري خلاص مش عايزين دوري. اخدوا الدوري وخدوا الشامبينز وخدوا كله اللي انتم عايزينه. ياحقيقك. انا تقريبا يعني موسم نيوكاسل هيتحدد في الشهر اللي جاي او الشهرين اللي جاي. مفيش موسم بيتحدد في ديسمبر يا ميزو دي حاجة احنا عارفينها عمتا عن الدورة الانجليزية ولكن تعالى نقول ان فرصتهم هتكون افضل بكتير جدا فراسهم ان هما اقول لقب هتكون اكبر بكتير جدا ان احنا قلنا نفس الكلام على فكرة على توتنهم ان هما لو عدوا يناير او وصلوا يناير وهم لسه اول فطريقهم سالك جدا ولكن احنا عارفين الدورة الانجليزية الدورة الانجليزية بيخلاصش عامل اقول له بس عايزة فاهمك حاجة احنا عايزة فاهمك حاجة خمسة خمسة ايه المن سبعتاشر من سبعتاشر ماتش عندهم من النهاردة الغاية اخر ديسمبر في عشرة منهم فرق يعتبر جريد ايه اه 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 انا عارف تمام فهي مدعكة مية في المية هي هتكون صعبة كمان عليهم علشان هما الدبت بتاعهم مش كويس قوي وهو هيكون بينفس على ثلاث بطولات فمش هيعرف ان هو يلعب الاساسي في كل البطولات انت بتكلم على السبعتاشر ماتش في ستين يوم يعني تقريبا ماتش كل ثلاث يام ونص ماتش كل ثلاث يام ونص دي دي فاشيخة ده 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 دة نظر فيها مسح كرامة فلو قدر لو اعمالها برافو عليه برافو عليه جدا ده حقيقة ماشي ميزو كده احنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا لكل الناس اللي سمعونا لحد هنا شكرا لكل الناس اللي تابعونا وتفرجوا علينا على الستريم واللي هتفرج علينا بعد الستريم ما تنسوش تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور واللي بيسمعنا على منصات البوكاست دي نطفين خمس نجوم واهم حاجة اهم حاجة يا جماعة ما تنسوش او ما تبطلوش تتكلموا على القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية لسه ما خلصتش الحرب لسه شغالة احنا لسه ما كسبناش لازم نعمل دورنا في المقاومة ان احنا نفضل نتكلم نفضل نتكلم نفضل نوعي ونفضل ان احنا نكشف عن كل الاكاذيب اللي بتطلع في الحرب الاعلامية اللي هم شننها على العالم كله وما نزهقش وما نيقسش اهم حاجة ما نيقسش لو حد منا تعبان يا جماعة دي حاجة مفهومة جدا ولكن اللي هم بيمروا بيه اصعب كتير جدا من اللي احنا حاسينه فممكن نريح بس نرجع تاني بس ما نيقسش خالص وما نستسلمش ونشوف كل سبوكا ان شاء الله Peace موسيقى